أهلاً بحضراتكم الإرهاق، الضعف العام، تقلب المزاج، زيادة الشعور بالنعاس أو الشعور بالخمول سعاد بن أحسين بقى لأ دي أعراض بنعاني منها كلنا من فترة للتانية البعض بيعاني منها طول الوقت والبعض من فترة للتانية بيحس بيها بنقول كده بنا وبنبعض أنت تعبان، أنت مرهق، راح شوية لكن الحقيقة الأعراض دي مش بس بتبقى للتعب دي ممكن تكون مؤشر قوي ودليل عن نقص الفيتامين D أو فيتامين D ودي واحد من المشكلات الصحية الشائعة زي السكر وزي الضغط بالزبط ده كلام مهم جداً مننا كل الأعراض دي ساعات بنمر بيها خلال يومنا يعني بنحس بتعب، إرهاق، بغيره، منفتكنا دي بس مجرد إجهات في الشغل وغيره لكن ممكن دي بقى مؤشر لأزمات صحية، فناخد بنا هنعرف أكتر عن أهمية فيتامين D أو فيتامين D لصحة الإنسان إزاي بيحقق التوازن الصحي ونعرف تفاصيل أكتر مع دكتور سهير نظمي عبد الرحمن أستاذ الكيميا الحيوية والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية اللي من ورانا في صباح الخير يا مصر أهلاً بيك يا فنك أهلاً وسهلاً بحضرتكم وبالسدر المشاهدين بداية عايزة أسأل حضرتك لما بشعر بالإرهاق والخمول أو التعب إمتى أحس أنه لأ في مشكلة وإمتى أقول لأ دي حاجة طبيعية خلال شغل أو خلال ممارسة حياتي اليومية ممكن تعدي هو إحنا خلينا الأول بس نعرف سادة المشاهدين نبزة مختصرة عن الفيتامينات كلمة فيتامين أصلاً بتنقسم لشقية فيتا معناها الحياة ومين يعني دعم إذن الفيتامينات تعتبر دعم الحياة دعم الحياة يعني الفيتامينات عرغم أن الجسم احتاجة بكميات ضئيلة جداً إلا أنها مهمة جداً وأساسية عشان يقدر يقوم بكل مهامه الحيوية والطبيعية بشكل طبيعي وكل الأنشطة الحيوية بتاعته يقدر يقوم بشكل جيد طبعاً الجسم ما بدرش يخلق الفيتامينات الإنسان بيحصل عليها من المصادر سواء كتنباتية أو حيوانية المصادر الغنية بيها الفيتامينات عندنا يئمة دايبة في الماء يئمة دايبة في الدهون الدايبة في الماء زي فيتامينات به بأشكالها المختلفة وفيتامين جيم وعندنا الفيتامينات الدايبة في الدهون زي فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين كاف وهكذا فيتامين دال يعتبر من الفيتامينات الدايبة في الدهون وبالتالي الإنسان بيحصل على الكمية اللي هو عايزها أو الجسم محتاجها والباقي بيتخزن في الجسم ما يزيد عن الاحتياج والتخزين ده بيعتبر بسبب تسمم فيتامين في الجسم بناءً عليه فيتامين دال من الفيتامينات المهمة جداً لأنه له العديد من الوظائف الهمة زي إيه؟ فيتامين دال مهم جداً في امتصاص الكالسيوم في الجسم وبالتباعية أو بشكل غير مباشر بيساءت في امتصاص الفوسفور كمان فيتامين دال من الفيتامينات المهمة جداً علشان ينشط إنزيم الفوسفاتيز القلوي وده مهم جداً فيه عملية نمو أو تكلس العظام تكلس الكلسيوم على العظام وبالتالي وكمان تكوين السنان كمان له دور مهم جداً في أنه حافظ على التوازن بالنسبة للكالسيوم والفوسفور في الدم لأنه أي نسبة زيادة من الكلسيوم والفوسفور فيتامين دال بيساعد في التخلص منها وبالتالي النسبة بتبقى سابتة في الدم طيب إيه المشكلة بالنسبة لفيتامين دال نقص فيتامين دال بيعمل إيه؟ بزي ما حضرتكم اتفضلتم له عديد من الأثار أهمها ضعفة في المناعة وبالتالي بقى الشخص عرضة بشكل كبير قوي للإصاب بالفيروسات فبالتالي ممكن يصاب بالبرد والأنفلونزة أكتر من مرة بشكل متكرر ويه كمان بيأثر على الجهاز التنفسي كمان الإرهاق زمحاتكم تفضلتم الإرهاق من الحاجات المهمة جدا وشائعة بالنسبة لنقص فيتامين دال كمان عندنا التعب الضهر والعزام اللام العضلات الصداع إيه اللي تلتأم الجروح لأن فيتامين دال من الفيتامينات المهمة جدا لعملية نمو أو تجديد الجلد فبالتالي بطء التعام الجروح بيبقى من ضمن الحاجات الأساسية لنقص فيتامين دال في عندنا الكسل الصداع الاكتئاب الاكتئاب كمان من ضمن الحاجات الشيئة خاصة عند البنات الصغارين الفتاة الصغارين لما بيكون عندهم نقص فيتامين دال بشكل كبير حالة الاكتئاب تبقى عندهم واضحة قوي الأطفال فيتامين دال اتشهر فجأة ليه احنا عادنا سنين كلما حد يبقى كده نقوله خد فيتامينات عادي بسفة عامة لكن دلوقتي الجميع بيرجع أي تعب لفيتامين دال ايه الحكاية هل احنا زاد الوعي الصحي ولا احنا في حاجة بنعملها اثرت على امتصاص الجسم لفيتامين دي اللي موجود بقى من خلال شمس ولا احنا أكلنا بقى نقص فيه ايه الحكاية كل الناس دلوقتي دايما اي حد تعباني لك شفت فيتامين دال عندك تمام ولا لا انت رجعت نسب الفيتامين ولا لا ايه الحكاية فجأة بقى مشهور قوي فيتامين دال كده هو فيتامين دال احنا بناخده بشكل اساسي 90% منه من أشاعة الشمس طبعا احنا لو بتلاحظوا حضراتكم في فترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة دي ما بقناش نتعرض للشمس كتير الغالبية والعظمة مننا بقاش نتعرض للشمس كتير دوق الشمس له طبعا برضو حياتك واقي الشمس والحاجات دي اللي احنا بنستخدمها دي برضو بتبقى عائق بيننا وبين الشمس على فكرة بتمنع المتصاص الأشاعة بتاعت الشمس احنا عندنا كلسترول بيتحول لسبعة ديهايدروكلسترول في الجسم وده يعتبر المولد لفيتامين دال اول ما بيتعرض لليوفي بتاع الشمس أو أشاعة الشمس بيبدأ يتحول للكالسيفيلور أو الصورة بتاعت فيتامين دال 3 في الجسم إذن هذي الشكل الطبيعي للفيتامين دال داخل الجسم لو احنا ما تعرضناش للشمس أو لأشاعة الشمس بشكل جيد على أقل ربع ساعة تت ساعة كل يوم أو تلات يام على أقل في الأسبوع إذن انت مش تحصل على النسبة اللي انت بتخدها عن طريق الشمس اللي هي 90% على الأقل على الأقل والعشرة في المية بتبقى مصادر غزائية زي ايه مصادر غزائية؟ في عندنا زي مثلا الأسماك الزيتية أو اللي بتحتوى على زيوت زي السلمون والسردين والتونة والرنجة والمكريل في عندنا مصادر أخرى زي الكبدة صفار البيض الجبنة الزبدة المشروب أو عش الغراب برضو غني بفيتامين دال كل دي مصادر طبيعية نقدر منها ان احنا نحصل على فيتامين دال كمان الحبوب المدعمة بالفيتامين المشروبات والعصار المدعمة بفيتامين دال دي كلها مصادر طب ايه صحة انه النساء او السيدات اكثر تعرضا لنقص فيتامين دال عن الرجال؟ ايه صحة الكلام العلمية؟ هو الى حد بعيد نقدر نقول انه صحيح اولا يعني الى حد كبير يعني الكلام ده اقرب الى الصحة ولا بعيد عن الصحة لا هو نقدر نقول يعني اقرب للصحة لان طبعا سوء التغذية بالنسبة للسيدات يعني السيدات خاصة يعني لما بتكون زوجة وكذا وام دايما تفضل انها تدي لزوجها واؤلادها وممكن يعني ما بتلحقش تاكل ايه ما بتلحقش تاكل ما بتعمل حياة في الحاجة تاكل اصلا ايه ما بتلحقش فعلة متعمل مجهود طول اليوم ايه ما بتصميتش وتخلص حالها ايوه كمان ما بتعرضش للشمس بشكل جيد ما عندهاش وقت ما توقت شوية في الشمس ساعات الرجالة برضو ما بتعرضوش للشمس معلش يا بحمد حردك للشمس يعني برضو رجالة برضو مش الستات بس نفس الوجبات دي مع الرجل يعني بيعمل نفس الوجبات دي زي ستة لا بس على فكرة الرجل الرجل عنده وقت اكبر بكتير من الست الست في الغالب ما عندهاش عندها وقت وكمان لو لاحزنا في فترة الاخيرة ان معظم الستات بتشتغل فالست ما بتبقاش عارفة توفق وتوفق بين بيتها وشغلها وأولادها وأولادها والتدريس أولادها وكل ده صحيح فبتلاقي فقلا الست ما عندهاش وقت لنفسها فعشان كده غصبا عنها بيبقى عندها يعني مشاكل كتير فلذلك بتبقى عملية انها بيبقى عندها نقص على فكرة في حاجات كتير مش بيتامين دال بس عندها مشاكل معاشر هايف تعبقك البيتامينات كلها بعد كده البيتامينات كلها بعد كده يعني لا في حاجات كتير فعليا فعليا يعني لأنها فعلا ما بيبقاش عندها وقت النفسها خاصة لما بتبقى زوجة وأم ما عنداش وقت النفسها خالص ببنا يعاني ببنا يعاني فنقص فيتامين دال بتبقى عرضة أكثر لو السيدات ليه بقى كمان بيبقى أكثر عرضة لو البنات الصغيرين يعني احنا راحزنا إن البنات الصغيرين من سن ما قبل البلوغ كمان بقى يبقى عندهم نقص فيتامين دال مع إن إحنا لغاية وقت قريب لغاية عملي سنتين يمكن أو ثلاث سنين بنبقى بنحرس على جرعات تعويضية بنديها للأطفال من فيتامين دال العجز الشديد اللي بيحصل فجأة ده بيحصل ليه برضو احنا نقول نومة بتعرضوش للشمس بشكل جيد الحاجة التانية إن معظم الفتيات معظم الأكل لأ ده أنا ما بيحبوش لأ ده أنا مش عايزة ده لأ أنا ومش فارق معاهم حتة ده مفيد ولا لأ أيوه حضرتكم لو تلاحظوا في فترة الأخيرة إنه معظم الشاب يتجه دلوقتي في الأكل أو في التغذية واجبات الأسرع عميش واجبات التغذية الحاجات دي بتبقى للبنات بالذات بتبقى أساسية يشربي حليب لأ كل أجبان نادرة ما تأكل الأجبان اللي هي غنية بالفيتامين آه على فكرة غير الولاد الولاد على فكرة بيشربوا حليب بيحبوا منتجات الألبان بشكل عام غير البنات البنات لأ خالص يعني طب دكتور بقنا فترة كده منشوف ثقافة كده إن الناس تروح تشتري فيتامينز وتاخدها كأدوية كحبوب وكمكملات غذائية من غير ما يستشير طبيب ومن غير ما يامل حتى تحليل يعرف هو عنده نقص في أي فيتامين تحديدا عشان مثلا لو حبي ياخد حبوب وأقراص تكملية يعني شايف الثقافة دي إزاي وهل دي تعود الفيتامينز اللي أنا بحصل عليها من خلال وجبات غذائية أو من خلال تعرض للشمس مثلا تحديدا فيتامين دال هو فعليا المفروض إن إحنا بناخد الفيتامينات أو فيتامين دال عن طريق ثلاث حاجات أشعة الشمس وزي ما اتفقنا أنا 90% على الأقل أو تقريبا 90% والأغذية الغنية بيها والحاجة الثالثة هي المكملات الأقراص والحب الغذائية أو الفيتامينات تمام؟ المفروض إن أنا مقدرش إن أنا ماخدش أي مكملات الفيتامينات أو أي مكملات غذائية غير لما أرجع للطبيق يطلب مني تحليل معينة ومن خلالها هو يوصف لي أنا أخد إيه ما تحصلش أغلبنا بيروح ياخد الحاجات دي من غير أي حاجة دي حيث أقولك أنا أخد فيتامينات تحس بإجهات شواء لا ده مش صحيح ده مش سليم يعني لإن إحنا عندنا نسب معينة للفيتامين ده دم المفروض يكون مسموح بيها بمعنى إن أنا لو المفروض النسبة المسلة حوالي 20 نانو جرام لكل ميل وفي بعض الأطباء بيقولوا لحد 30 تمام؟ لو أقل من 12 يبق أنا هنا في خطر ومحتاج إن أنا أخد مثلا مكملات أخد أغذية أتعرض للشمس على حسب ما يوصف للطبيب الحالة تمام؟ لو وصل لحد 125 فيما فوق فأنا كده في خطر ممكن يحصل لي عملية تسمم بالفيتامين تمام؟ فإذا الحالة بتطبق على الأطفال اللي عندهم الفيتامينات اللي هي جيلاتينية اللي هي الجامي بيرز وما أشبهها اللي الأطفال بتتعامل معها وكأنها بمبوني فالجرعة مثلا بتبقى قطعة حلوة واحدة من الفيتامين ده بياخد 2 و 3 و 4 بياخد فيتامين يعني هو المفروض أن احنا يبقى عندنا ثقافة يعني الشخص البالغ المفروض بياخد من 600 وحدة دولية لحد ألف أما الأطفال ربعمية واحدة دولية بس فالمفروض أن الأمهات يعني الأباء والأمهات يكون عندهم الثقافة دي بمعنى أن أنا مثلا لما بجي قدي الطفل حاجة لازم أكون على علم أو على ضراية بالمكونات بتاعت المنتج ده وبناء عليه أشوف أقدر رد الطفل منه قدي إيه لأن احتياجاته اليومية قدي كده والمفروض أكون عارف أن لو زاد الاحتياجات أو زاد الدوز عن الاحتياجات اليومية ده بيسبب لي مشكلة فإحنا عملية التسقيف بالنسبة لنا أو الوعي بالنسبة لنا مهمة جدا وطبعا يعني حضراتكم ليكم دور كبير في العملية دي العملية التسقيفية لأنه أنتوا في كل بيت في كل الناس بتتفرج يعني بتشوفكم وبالتالي العملية التسقيفية من خلالكم بتبقى أكتر تأثير دكتورة سهير يعني حضراتك أستاذة متخصصة في التغذية إحنا بنعاني أسر كتيرة جدا مع ولادهم وأطفالهم فكرة الأكل غير الصحة وزي بحرك أشارتي من شوية المقرمشات السريعة بعيدة تماما عن أي وجبات فيها معادن أو فيتامينات مهمة للجسم أتعامل إزاي مع هذا الطفل اللي بدأت حياته كلها بتركز على الأكلات السريعة دي أو المقرمشات اللي بيقودها كل يوم مستقلة حضرتك بالنسبة للأطفال على حسب ما بيقع بالنسبة للأطفال على حسب ما بيتعود الطفل بمعنى إيه؟ لو الأم مشغولة عن الطفل وبتديله أي حاجة عشان تسكته هنا بيتعود على حاجات غير صحية لكن لو أنا مهتمة بالطفل وببدأ أعوده أأكله دهو 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 فالطفل مع الوقت بيتعود أنه يأكل كل حاجة تمام؟ لكن لو أنا معودتوش منه هو صغير أنه هو فيه تنوع في الأغذية لازم يأكل خضار، لازم يأخذ منتجات حيوانية، لازم يأخذ منتجات نباتية، لازم يأخذ منتجات ألبان وهكذا إذن الطفل هي المشكلة بتبقى أكبر في الكبار، في الشباب، مرحلة المراقبة والشباب بتبقى المشكلة أكبر لكن بالنسبة للأطفال هي المفروض أن الأباء والأمهات هم اللي يبدأوا يعودوا الطفل على الوسيلة أو على الطريقة اللي يبدأ يتغذى بها طب كويس، حبيك لسه كنت يتقولي الأم مجهولة على الطفل، كنت حقول حبيك لأهل مجهولين على الطفل، مش الأم بس طبعاً طبعاً المفروض أن الأباء والأمهات لهم دور كبير في الجزئية مشاركة بينهم فالطفل بيكبر خلاص متعود من يأكل خضار يأكل فاكهة يأكل كل حاجة بحيث أنه يأخذ كل شيء يأخذ الدوز لهم محتاجه من كل حاجة المشكلة بتظهر يمكن بشكل أكبر في المراكبة والشباب بيبدأوا الولاد بقى التقليد والتمرد ويشوفهم مع أصحابهم وعدم الاستقرار في مكان واحد مش عايزين يعودوا يأكل واجباً وجواناً من أصناف محددة دي حقيقة إن شاء الله خير وإن شاء الله نساهم في نشر الوعي شكراً دكتورة لوجود حضرتك معنا نورتينا وشرفتينا الدكتورة سهير نظمي عبد الرحمن أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بمعهد بحوت تكنولوجيا الأغذية شكراً لوجود حضرتك نورتينا وشرفتينا دكتورة سهير